عارف انت المقولة اللي بتقول انت دائما الشخص الشرير في روايات احدهم؟ اه انا بقى احدهم وجايد نهاردة وجايبلك كل الروايات سلام عليكم اول ما بتسمع اسم علم مشهور زي نيوتن او البرت عينشتان مثلا فكل اللي بيجي في بالك ان الناس دي كانت ملايكة بجناحات بيأكلوا علم وبيشربوا علم وبيتنفسوا علم بس للأسف الصورة دي مي الصحيحة وفي منهم اللي عمل تصرفات لا يمكن شوف لا يمكن تتخيل انها تصدر من شخص بالعقلية دي وتعالى نبدأ بأول شبح معنا النهاردة وهو البرت عينشتاين العبقري اللي تنز مكان ونسف الكتلة صاحب النظرية النسبية واحد اهم مؤسسي نظرية ميكانيكا الكم وصاحب اشهر معادلة في التاريخ ايه بتساوي امي سي سكوير واللي على قديه اتعملت فيزيا جديدة اسمها الفيزيا الحديثة لكن برغم كل ده انه كان عن مستوى الانساني مش تم قوي اينشتاين لما ساب ألمانيا وسافر سويسرا عشان يعمل دبلومة يا دوب ان هي تأهله ان يبقى مدارس فيزيا قبل هناك بنت شطرة من سربيا بتعمل نفس الدبلومة اسمها مليفا ميريتش والبنت دي كانت متميزة جدا في الفيزيا وفي الرياضيات زي ألبرت وكانت البنت الوحيدة اللي موجودة في دفاعاته وعلى الرغم ان البرت اينشتاين كان في الفترة دي بيحب باندعمه إلسال وانزال الا انه قرر انه يرتبط بمليفا ما تعرفش بقى كان استخصار ولا كان سابيو سيكشول ومبهور بدماغها او كان بيفكر ازاي وقتها المهم يا سيدي ان مليفا ارتبطت بألبرت ودي كانت بداية اللعنة بالنسبة لها سنة 1901 عرفت انها حامل من اينشتاين فمبدئيا كده حياتها الاكاديمية انتهت وقررت انها ترجع بلدها سربيا عشان تولد هناك بنتهم الاولى الغير شرعية ليزريل الا ان البرت غالبا ما كانش مرحب بفكرة انه يبقى اب في الفترة دي من حياته فطلب منها انها يا امة تتخلى عنها او انها تعرضها للتبني ورغم ان مصير ليزريل لحد هذي اللحظة محدش يعرف عنه حاجة الا ان فيه روايات بتقول ان فيه حد تبنيها وروايات تانية بتقول انها ماتت بالحمة القرموزية لكن بعدها بسنتين مليفا تجوزت البرت بشكل رسمي وخلف منها ولدين هانز وادورد وكده بقى المفروض ان خلاص ابننا كبر وعقل بس ده ما حصلش البرت كانت تعنيه زيغة وبيخلها كتير جدا والستة كانت منفضة لحد ما عارفت ان البرت رجع يتلم تاني على بنت عمه إلسا اللي كانت تجوزت واتطلقت وبقى معها بنتين والمشكلة الاكبر ان اينشتاين كان عاوز يتجوزها وده خلم ليفا تتجنن وتترجى البرت انه يحافظ على الاسرة ويفضل مستمر في الزواج ويفكه من حوار إلسا وفي مقابل ده هتنفذ له اي شرط هو يطلبه فوافق البرت بس بشارط ان اعملهاش دعوة بيه وتسيبه في حاله وفي نفس الوقت تلتزم بكل طلباته اكله وشربه وهدومه ومكتبه لدرجة انه كان محدد لها عدد الوجبات اللي هو بيأكلها بموعدها اللي هو لو سيس سيد نفسه ومقفوش مكانش يفكر او يجو في خياله انه يعمل كده وده اللي خلم ليفيا توقف وبعلو صوتها وتقوله اشطى عادي مفيش مشكلة بوافقة واستمر جوازهم بعدها بفترة مش قسيرة لكن في سنة 1919 الامور سقت ما بينهم من جديد وقرروا انه هما ينفصلوا وفي نفس السنة مليفا خدت هانز وادوارد ورجعت على بلدها سربيا والبرت اينشتاين اتجوز بنت عمه إلسا وعاش معها في برلين واو خلاص البرت بقى رجع لحب عمره والمفروض يهدى كده ويعقل بس ده برضو ما حصلش اينشتاين ما بطلش لعب بديله حتى من بعد جوازه من إلسا لكن في نفس الوقت كانت كلها نزوات مش اكتر واينشتاين وإلسا فضلوا متجوزين لحد ما ماتت لكن من ناحية تانية على مستوى اينشتاين القب فمعظم تواصلوا مع مليفا والولاد بعد ما رجعوا سربيا كان عن طريق الرسائل والعلاقة ما بينهم تقدر انك تعتبرها كانت علاقة فترة لدرجة ان ادوارد الابن الاصغر لأينشتاين لما تم تشخصه بالشوزفرينيا وعاش في المصاحة نفسية في زيوريخ ألبرت مظهرهوش غير مرات قليلة ده بخلاف ان بعد ما ألبرت هاجر للولادة المتحدة ما شافش ادوارد خالص من بعدها اما بقى على مستوى العالم فكان له علاقة غير مباشرة بالقنبلة الزرية ومش بس عشان القنبلة كانت ايمة على المعادلة المشهورة بتاعته لكن كمان عشان بمجرد معارف ان المانيا قربت انها تتحكم في انشطار اليورانيوم بعت رسالة للرئيس الامريكي يحذروا فيها اللي ترمت على هوروشيما ونجا زاكي ومع ذلك في ألبرت أينشتاين ما كانش واحد من ضمن العلماء اللي اشتغلوا في المشروع لانه في الاول وفي الاخر كان الماني وده خل المخابرات الامريكية ما تبقاش مرتاحة قوي للموضوع ده بس تعالى بقى انسبنا من ألبرت أينشتاين وندخل على اسحاق نيوتن العالم الغني عن التعريف صاحب قوانين الجاذبية والحركة ومن اهم مؤسسة علم الضوء وواحد من أشهر خمس علماء في التاريخ وأهم عضو في الجامعية الملكية للعلوم نيوتن كان على خلاف كبير مع العالم روبرت هوك العالم التجريبي والمعمار الرائع صاحب قوانين المرونة ومكتشف الخلية ورئيس الجامعية الملكية للعلوم في انجلترا وده تقدر تعتبره أرقى منصب علمي ممكن يحصل عليه عالم وبسببه ما كانش فيه فكرة جديدة ممكن انها تعدى من تحت ايده إلا ان هوك كان يوقف لنيوتن على الوحدة نيوتن يقول الضوء عبارة عن جسيم فهوك يقول له لا ضع عبارة عن موجة وكلامه غلط وينتقده بطريقة بشعة فنيوتن يعمل التلسكوب العاكس اللي كان أفضل بكتير جدا من التلسكوب الكاسر فهوك يقول ده أخد فكرته مني نيوتن يروح ينشر أهم كتاب في حياته ومن أهم الكتب في التاريخ الجنس البشر ككل البرنسيبيا ماسماتيكا فهوك يقول أنا لديته المفاهيم اللي طلع بها بقعونين الجاذبية وما هنشي حتى عليه يقول اسمي لدرجة انه نيوتن يقرر انه مش هينشر حاجة تاني في حياته إلا بعد ما هوك يموت وبالفعل هوك مات من هنا ونيوتن نشر كتابه عن الضوء والبصريات من هنا والأهم من ده كله انه مسك رئاسة الجامعية الملكية للعلوم من بعد هوك وقال يا جماعة العفو ده شيء جميل جدا وحاجة يعني كده من شام الكرام بس أنا مش كرام وراح جاب صور هوك اللي موجودة في الجامعية وحرقها لدرجة انه ما بقاش لهوك صورة واحدة نقدر نعرف شكله منها والصورة اللي عنت دي دي مجرد بورتريتا خايولي احنا اللي رسمينه بناء على وصف كان مكتوب عن هوك من الصور حقيقية لكن كان من فيهم الشرية الحقيقية في القصة محدش يقدر يجزم بس تعالى بقى انسبنا من خناقة نيوتن وهوك وندخل على ماري كوري ودي كانت اعظم شخصية علمية نسائية على مدار التاريخ ومش بس دي كانت اول ست تاخد جائزة نوبل دي الشخص الوحيد اللي اخد جائزة نوبل في فرعين مختلفين الكيميا والفيزياء وتقدر تقول كده وضمارك مستريح ان عائلة كوري اصلا اعظم عائلة علمية على مدار التاريخ الست الوحدها اخد جائزة نوبل مرتين وجوزها بير كوري اخد جائزة نوبل مرة وبنتها ايرين كوري اخدت جائزة نوبل هي كمان وجوز بنتها فريدريك هو كمان اخد جائزة نوبل فتقدر تعتبرهم كده مقفلين اللعبة بس بيري الزوج كان بيحب ماري كوري جدا ومش بس جدا ده جدا وجدا وجدا لدرجة نساب مجال الأبحاث اللي كان شغال فيه وراح اشتغل معاه في الإشعاع ولما اكتشف عنصر البولونيا من المشاع سما بالاسم ده تحديدا من نسبة لبولندا اللي ماري منها ومع ذلك ماري ما كانتش بنفس الجدعانة ماري كانت على علاقة مع طالب عند بير اسمه بول لانجيفين عالم الفيزياء اللي طور تقنية الصنار واللي كان متجوز وعنده اربع عيال اللي لما امراته عارفت بالموضوع قررت انها تفضحهم وتسرى بالجوابات اللي ما بينهم من الصحافة لدرجة ان كان في بعض الصحف الفرنسية مسمين ماري بخربت البيوت تخيل ماري كوري وخربت البيوت الاتنين مع بعض ويقال في احدى الروايات ان العربية اللي كانت الجراء اللي حصنة واللي خبطت بير كوري وقدت الى وفاته ما كانتش حدثة وان بير لما عارف بالموضوع قرر انه ينتحر لكن بخلاف نيوتن واينشتاين وماري فيه كمان توماس اديسون اللي على الرغم من كونه مخترع عبقري الا انه كان بينسب معظم شغل العلماء اللي شغالين عنده لنفسه لدرجة ان عدد براءات الاختراع اللي متسجلة باسم الواحده وصلت 1093 براءات اختراع كاكتر عالم يحصل على براءات اختراع في التاريخ كله اللي هو يعني لو كل يوم كان بيصحى يعمل اختراع على الريق ما كانش هيوصل للعدد ده وفيه كمان واتسون وكريك ومورس ويلكنز العلم اللي اكتشفوا الدين ايه واللي حصلوا بسبب الاكتشاف ده على جهزة نوبل التلاتة دول ما كانوش هيوصلوا للاكتشاف بتاعهم لولا الصورة لصورتها العالمة روزاليند فرانكلين واللي اخدها بدون اذنها مورس ويلكنز لانها كانت المساعدة بتاعته ومع ذلك فالتلاتة دول تجاهلوا دورها تماما وماتت قبل ما تعرف ان الجهزة اللي اخدوها كانت بسببها بل ان واتسون وصلت به الجرأة انه يتريق عليها في كتاب اصداره دهير العلمة اللي العلم نفسه سابلوهم واصمة غار وما قدرش انهم يتخلصوا منها زي الفريد نوبل مخترع الدناميد واللي كانوا بيسموه بتاجر الموت وروبرت اوبنهايمر العالم غريب الاطوار اللي ترقص مشروع منهاتن وكان سبب مباشر في القنابل اللي ترمت على هاروشيما وناجازاكي وورنر هيزنبرج بتاع مبدأ عدم التأكد اللي كان من اهم علماء النازية واللي ترقص مشروع نادل يورانيوم اللي كان بيحاول يعملوا القنبلة النووية الالمانية في نفس الفترة كل دول وغيرهم التاريخ زي ما كتب عن انجازاتهم كتب كمان عن سقطاتهم لكن مين اكتر حد فيهم اتصدمت فيه في الحلقة فانا هستنى عرف منك في التعليقات وطبعا ما تنساش اللايك والشير والكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقات الجديدة تنزل سلام